بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياياني سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وتنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطرق وزير الخارجية إلى التصعيد العسكري للمليشة الحوتية في البحر الأحمر وباب المندب مؤكدا إنها تمثل تهديدا للأمن والسلام وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية ومشددا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم الحكومة اليمنية لضمان الملاحة في البحر الأحمر وضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير جماعية ومقاربة شاملة لمواجهة تلك الهجمات وتداعياتها الخطيرة ترجمة نانسي قنقر